حلقة جديدة من البعد الآخر أهلا بكم حلف شمال الأطلسي يعرف اختصارا باللغة الإنجليزية نيتو ولكنه في اللغة الفرنسية يعرف باسم أوتا لعلها تبدو مزحة لغوية أو مجرد نطق معكوس جاء من اختلاف ترتيب نفس الكلمات في اللغتين أو نفس الأحرف ولكن لعلها تبدو أيضا وكأنها رؤية مختلفة لدوري وأولويات لنفس الحلف عبر ضفتي الأطلسي في السنوات الأربع الأخيرة تعرض حلف النيتو لكثير من التوتر إدارة ترامب رفعت شعار أمريكا أولا وطالبت الحلفاء الأوروبيين بدفع حصتهم من الفاتورة الباهظة للحلف بينما أصبح للحلفاء الأوروبيين أنفسهم الكثير من المصالح والمواقف المتعارضة التي تصل لدرجة الصدام المباشر في بعض الأحيان ربما لهذا السبب كان النيتو من أوائل المنظمات الدولية التي سارعت لتهنئة الرئيس المنتخب جو بايدن حتى قبل إعلان النتائج الرسمية ولكن هل تغيير الإدارة الأمريكية في حد ذاته يمكن أن يعيد التوازن لحلف الأطلسي؟ أم أن الموضوع أكثر تعقيدا من ذلك؟ الإجابة قد نجدها في تقرير نشرته وكالة رويترز منذ أيام وحمل عنوان على الرغم من التغيير في البيت الأبيض سيظل حلفاء الولايات المتحدة حذيرين بعد ترامب للإجابة على هذا السؤال وكثير من الأسئلة المتعلقة بمستقبل حلف النيتو في السنوات المقبلة وتأثيره الاستراتيجي على منطقة أوروبا والشرق الأوسط أرحب بضيفي من واشنطن الدكتور جوناثان أشانزر نائب رئيس مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية ومن برلين السيد إيركارد بروز مدير الأكاديمية الفيدرالية للسياسة الأمنية أهلا بكم ضيفي الكريمين وأبدأ معك سيد جوناثان أولا لو أردنا أن نرتب تحديات التي يواجهها حلف النيتو الآن بعد كل التغييرات التي لاحظناها في السنوات القليلة الماضية هل نبدأ بقضية الإنفاق على الحلف مثلا كي تكون القضية الأولى؟ أعتقد أنك محق ثم تلكثير من التحديات وربما أهمها هو إجراء مناقشات حول الخلافات وراء أبواب مصدى وليس علن وأعتقد أن الإنفاق سيكون مشكلة كبرى لأولئة المتحدة لكن أعتقد أن طريقة ترامب في معالجة المشكلة ينبغي أن لا تستمر ولا أعتقد أن الأمر سيكون كذلك في ذل إدارة ترامب فالخلافات سوف تكون أكثر هدوءا ولكن ثمت نبض في الولايات المتحدة لخفض القوات والمتحدة ستواصل النظر إلى أوروبا حتى تظهر قيادتها في الحلف لكن الأمر ليس واضحا من سيقوم بهذا الدور لكن ألا يعيدنا هذا للسؤال الرئيسي إذا ما كان الحلف ما زال قادرا على القيام بمهامه إذا ما كان السبب من إنشائه أصلا ما زال قائم أم أنه علينا أن ننظر في تشكيلات مختلفة الآن للتعاون بين هذه الدول في مسألة العسكرية أعتقد أنك تثيرين نقطة مهمة للغاية فهناك مشكلة الإرادة والقيادة وحتى سؤال بشأن المهمة مهمة الحلف فهناك عدد من الدول الأوروبية يبدو أنها غير راغبة في التصدي إلى روسيا أو ربما الموجهة الإرهاب والتصدي لداعش مثلا وكذلك الصين ووظيف أنها ثمت تعقيد إضافي وهو أن لدينا ما لقل العدد من نيتو يعمل ضد الحلف وهذا البلد هو تركيا تركيا طبعا حصلت على منظومة الدفاع الجوي أس أربعمائة وهي تتعاون مع روسيا وتقود الحلف وليس ثمت أي آلية تسمح بإقصاء تركيا من الحلف ليس ثمت آلية تسمح بذلك ولذلك فتركيا تواصل سنتحدث بالتقصيل قليلا عن الدور التركي ربما في الجزء الثاني من البعد الآخر لكن لنأخذ الأعباء التي تثق الكاهل حلف النيتو الآن والتحديات أمامه من وجهة نظر أخرى وجهة نظر أوروبية من برلين سيد إيركارد بروز أرحب بك معنا واستمعت إلى ما قاله سيد شانزر قبل قليل قضية الإنفاق قد تكون قضية مهمة لكن البعض ينظر إلى أن حلف النيتو أصلا في تشكيله كانت ميزان القوى في العالم مختلف عنه الآن لنمتعد المسألة حلف نيتو حلف وارسو أو روسيا الولايات المتحدة الأمريكية الدول الغربية تعددت الآن أكثر دخلت الصين على الخط أصبح هناك تنظيمات إرهابية مهددة أيضا للعالم وقد هذا يجعلنا نعيد النظر أو تعيد الدول للنظر في تشكيلة طريقة تعاونها العسكرية نعم شكرا على طرحي هذا السؤال وقد سمعت لما تفضل به جوناثان واتفق معه على الكثير من الأمور التي تترقى إليها اسمحي لي ربما أن أعبر عن وجهة نظري بشأن سؤال ولن أن أتفادى مسألة الإنفاق بشكل جوهري مهمة نيتو وعسكرية وسياسية دعيني ربما أركز على الجانب السياسي فكمنظمة حلف شمال الأطلسي هو الجسر الأساسي عبر الأطلسي وخلال السنوات الأربع المنصرمة فإن ظهر أن الحلف غير قادر على لعيب هذا الدول أكثر فأكثر وهذا يتعلق بالجوهر والطريقة وقضايا أخرى إذن أستطيع أن أقول من منظور أوروبي أعتقد أن كافة الدول الأوروبية العضاة في حلف شمال الأطلسي ترغب في التطلع للتعاون مع إدارة بايدن المقبلة ونأمل أن تتبنى الإدارة الأمريكية طريقة جديدة وكذلك تركز على الجوهر على أمل أن نعيد الحلف إلى مكانه المحوري في بناء الجسور عبر الأطلسي وتعاون في المسائل الأمنية الحيوية إن العالم قد أصبح متعدد الأقطاب ومنظمة مثل حلف شمال الأطلسي عليها أن تتأقلم معالم متغير فهذه حقيقة نشهدها اليوم وحلف شمال الأطلسي أظهر على مدى عقود طويلة قدرته الهائلة لتأقلمه مع ظروف متغيرة من الحرب الباردة إلى ما بعد الحرب البادئة وإلى وضع ظهرت فيه الصين كقوة بارزة على الحلف أن يتأقلم من ذلك وبالتالي فإن التقرير الذي صدر قبل أيام هذا التقرير من وزير الخارجية ديميزيال الذي كان هو أحد الرئيسي الفريق العمل أكد بشكل كبير على ضرورة الحلف في أتاقلم والعمل أيضا على استراتيجية جديدة بعد تبني استراتيجية عام 2010 هذه الاستراتيجية ينبغي تجديدها في عام 2021 لمراعاة الوجود الصيني والإرهاب وأمور أخرى بالنسبة لمسألة الإنفاق سمحي لي بأن أقول بعض الشيء فألمانيا تهمت من قبل إدارة ترامب ليس من قبل هذه الإدارة فقط بأنها تنفق القليل على مسائل الدفاع في الوقت الراهن نحن ننفق ما يصل إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع وقد زاد الإنفاق بـ 40% على مدى الست الماضية وهذا يعكس أنه ثم تتوافق في ألمانيا فيما بين السياسيين والنواب والحكومة بأن الإنفاق على الدفاع يجب أن يزداد كما ينبغي أن ننظر إلى حقيقة أخرى وهي أن بلدان أخرى مثل الولايات المتحدة هي في موقف مختلف إلى حد ما مقارنة بألمانيا فألمانيا ليست بلدا نووي وليس لديها سلاح نووي ولا ترغب في الحصول عليه والولايات المتحدة لديها أسلحة نووية كذلك فرنسا وبريطانيا هذه البلدان تنفق أكثر على الدفاع ومن أسباب ذلك هو الجانب النووي أما ننظر إلى الولايات المتحدة هناك سبب آخر وهو قدرات الولايات المتحدة المتاحة للنيتو وكذلك تنفيذ مهام أخرى تقوم بها الولايات المتحدة هذه التفاصيل كثيرة جئت عليها سيد أبروز يعني كل واحدة منها ربما بحاجة لوقت أطول الحديث فيه لكن دعني فقط أتوقف عن مسألة الإنفاق الولايات المتحدة الأمريكية كانت طلبت من هذه الدول أن تنفق 2% من الناتج المحل الإجمالي مع حلول 20-24 الآن إذا ألمانيا وصلت إلى 1.5% مع تحفظاتها على أنه لا يوجد لديها سلاح نووي وعلى أنها ستكون فقط شريك في الحلف النيتو وتقوم بما هو عليها قد يختلف هذا الموضوع مع دول أخرى داخل الحلف المسألة يبدو أنها ليست متعلقة فقط بالرئيس ترامب وسؤالي لك سيد أبروز يعني مثلا مشروع نورد ستريم 2 للغاز الذي يربط ما بين أوروبا الغربية وروسيا هو مشروع يهدد الولايات المتحدة الأمريكية مهما كان الرئيس من الناحية الاقتصادية وتراه أمريكا وتراه واشنطن تهديدا استراتيجيا لها بين موجهة النظر الألمانية تماما مختلفة تجاه هذا الموضوع إذن كيف يمكن حل مثل هكذا إشكاليات عميقة بين دول الحلف بتأكيد هناك حاجة لمناقشة هذا الأمر فيما بيننا وتساءل ربما أو شك فيما يتعلق بالتهديد الذي يمثله مشروع السيل الشمالي 2 بالنسبة للولايات المتحدة فهناك حجة تدفع بأمريكا وهي أن من خلال استيراد الغاز الروسي فإن ألمانيا تدفع أموال لروسيا التي تستخدمها لبناء قوتها ضد الحلف الواقع أنني لا أوافق على ذلك ولا أتبنى هذا الرأي فالولايات المتحدة تفعل شيء ذاتي فهي تستورد النفط من روسيا وتدفع على حد علم ما يقرب عشرة مليارات دولار سنويا لهذه المشتريات النفطية من روسيا ومن خلال منح روسيا عشر مليارات فهي ساعدها على تطوير قدراتها الأمر معقد جدا وهناك مسألة أخرى وهي الاعتماد على الغاز الروس فهل في حقا أن ألمانيا تعتمد على الغاز الروسي مما يجعل روسيا تستطيع أن تستخدم ذلك كأداد ضغط على ألمانيا أنا أشك في ذلك فروسيا تعتمد أيضا على إرادات صادراتها من الغاز إلى أوروبا وأعتقد أن لدينا بدائلة أو لدينا مصادر بديلة مثل الغاز المسال النرويجي الذي يمكننا أن نستخدمه فنحن لن نعتمد فقط على روسيا في مجال الغاز الروسي نعم طيب هذه النقطة تحديدا لأنتقل بها يعني أحملها معي لدكتور جوناثان شانزر وأسألوا إذا كانت إدارة جو بايدن قادرة على تفهم هذه المسألة ربما تختلف عن إدارة الرئيس ترامب في التعاطي مع مسألة الغاز الروسي ونورد ستريم تو أم لا أم أن هذه مسألة تتعلق بالاستراتيجية الأمريكية والقوة الاقتصادية الأمريكية أكثر منها مسألة التعاطف مع دول ما في حلف شمال الأطلسي أتفق أن إدارة بايدن سوف تكون منقسم إزاء هذه القضية بشكل خاص فمن ناحية سيبدل جهد لبناء وترميم العلاقات مع الأوروبيين وسيكون باعتقاد هناك محاملة لتلبية الاحتياجات الأوروبية فيما يخص الطاقة والإنفاق في نايتو وأمور أخرى ومن جانب أخرى استطيع أن أقول أن ثم تتجاه قوي داخل الحزب الديمقراطي لعكس يتوجه فيما يخص روسيا فشعور العام هو أن روسيا خلال إدارة ترامب شهدت موقف أمريكي رخوا وبالتالي قد تتخذ إدارة بايدن موقف أكثر تشدد من خلال التجارة أو العقوبات أو أي أدوات عزلة أخرى إذن سيكون من الجديد الاهتمام كيف أن إدارة ترامب سوف تتصرف إزاء هذا الأمر أنا طبعا لا أعرف ما هي الطريقة التي سوف تتبنى إدارة ترامب ولكن بالتأكيد إدارة بايدن لن يحصل على وضع مريح في السنوات الأربع المقبلة وليس دقيقا أن إدارة ترامب سمحت لبايدن بالتصرف بحرية وأن إدارة بايدن تريد أن تعكس ذلك وتمارس الضغوط عليه وهذا ربما قد يفسر العودة مرة أخرى لنوع من الانسجام مع حلف النيتو إذا نظرنا إلى روسيا أو إذا نظرت هذه الإدارة الأمريكية إلى روسيا بشكل مختلف عما نظرت إليه إدارة الرئيس ترامب أرجو أن تبقى معي ضيفي الكريمين سنذهب إلى فاصل قصير نتابع بعده الصدام بين الحلفاء كيف يمكن أن تنظر الإدارة الأمريكية إلى مغامرات تركيا في شرق المتوسط أهلا بكم معنا من جديد وأعود لأرحب بضيفي من واشنطن عن دكتور جوناثان شانزر نائب رئيس مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية ومن برلين السيد إيركارد بروز مدير الأكاديمية الفيدرالية للسياسة الأمنية أرحب بكم ضيفي الكريمين من جديد وهنا أعود مرة أخرى لك سيد شانزر لنتحدث في هذا الخلاف الحقيقي بين أعضاء النيتو نفسه ونأخذ تركيا كمثال تركيا دولة في حلف النيتو ولكن صراع شرق المتوسط والصراع الذي يدور بين أعضاء النيتو يتجلى فيه تضارب المصالح لدول النيتو كيف يمكن أن يؤثر هذا على المنظومة نفسها في المستقبل أيضا؟ أعتقد أنه يصعب مدى تعثير ذلك على النيتو والتحدي الذي تمثله تركيا للحلف فالأتراك لم ينتهك فقط المناطق الاقتصادية الحصرية لقبرص واليونان ولكن هي تتحدى الفرنسيين أيضا وتسبب التوترات مع ألمانيا وهذه التوترات سوف تزداد لأننا نشاهد كيف أن الأتراك يرفعون التوتر ثم يخفضونه للاستفادة من موقفهم في هذه الأزمات ولكن دعينا نكون واضحين الأتراك فالأكثر من ذلك فهم تفادوا العقوبات المفروضة على إيران في انتهاك لمصالح النيتو سمحت بتدفق المقاتلين الأجانب السوريين للقتال مع تنظيم داعش عبر الحدود التركية ودعمت جماعة الإخوان المسلمين التي تمثل تحدي في الكثير من البلدان في المنطقة وهي أيضا اشترت منظومة الدفاع الروسية S400 وهذا يمثل تهديد عسكريين وسيبرانيين وهذا يتناقض مع مهمة نيتو إذن نواجه هنا مشكلة ضمن الحلف مع تركيا لدينا حلف يبدو أنه لا ينتمي لهذا الحلف يجب أن نبحث عن سبيل من أجل إيجاد آلية لإظهار للأتراك أننا جدون ويمكن أن نقصيهم من الحلف لا أحد قام بذلك من قبل وأعتقد هذا من الأسباب التي تجعل تركيا تجرب صبر الحلف وأعتقد أن الرئيس بايدن سوف لن يهادن تركيا قد تفرد عقوبات على تركيا بسبب شرائها لمنظومة S400 والكونغرس يطالب بذلك يمكن أن نبدأ برؤية ديناميكية جديدة نأمل أن يحدث ذلك لتعزيز حلف الشمال الأطلس سيد بروز هما دولتان الآن لطريق التعامل دول الحلف بشكل منفرد معهما مختلف الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية أو بعض الدول الأوروبية إيران أيضا على سبيل المثال في الوقت الذي يتم الضغط بكل الاتجاهات على إيران من قبل الولايات المتحدة الأمريكية دول حلف النيتو الأخرى ترى الأمور من منظار مختلف مثل هذه التعقيدات الرؤى المختلفة تجاه قضايا من المفترض أن تكون بين كل دول الحلف تعاون سياسي وعسكري إذا كنا من المتجسور بين ضفتي الأطلسي كيف تؤثر هذه أيضا على مسألة التعاطي مع القضايا المهمة ولنأخذ قضية اغتيال سليماني مثلا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في إيران وكيف شفنا المواقف الأوروبية تجاهها صحيح تمت رؤى مختلفة داخل الحلف لكن هذا ليس بشيء جديد المهم هو أن يتم استخدام الحلف كما قلت من قبل استخدام المنظمة كمكان مناسب جدا لمناقشة هذه الأمور بعلن خلف أبواب موصدة بين الدول العضاء لتبني موقف مشترك الأمر ليس سهل طبعا وأمل كما قلت أنه في المستقبل سوف يتم استخدام نيتو في هذا الاتجاه وهذا ينطبق على الكثير من الأمور مثل روسيا التي ناقشنا شأنها من قبل حيث أن ألمانيا ملتزمة بتقرير همل أي بالمقاربة المزدوجة بمعنى المد اليد لتعاون الأمن ولكن مع تبني موقف صارم بس تضارب المصالح بين دول الحلف وتركيا على سبيل المثال الآن مع قبرص واليونان نرى الموقف الأوروبي منه الموقف الألماني الموقف الفرنسي كذلك موقف الولايات المتحدة الأمريكية نشعر بأنه فيه فرق كبير بين الدول في التعاطي مع هذه المثال أعتقد النقطة الأساسية هنا هي أننا جميعا نشعر أن تركيا تتبنى سياسة عدوانية للتوسيع هيمنتها في البحر الأبيض المتوسط وموقفها الجيو سياسي وتعزيز سياساتها الداخلية بناء على ذلك وهذا يؤدي إلى وضع صعب فعلينا من ناحية أن نتبنى موقفا متشددا تجاه تركيا ونتحاور معها لست متأكد بأن التهديد بطرد تركيا من الحلف سوف يجدي نفعا وهذا استطاع الحلف أن يبدأ مرة أخرى السماح بإجراء حوار فيمكن ضم تركيا إلى هذا الحوار الصعب أيضا يجب أن نوضح بجلال تركيا أن هذا هو السبيل الملائم بدل من تبني مواقف أحادي أما بنسبة لإيران التي أشرت إليها ومقتل الجنرال سليماني وقد نضيف أيضا مقتل العالم النووي فخر زاد على الرغم من عدم التوفر معلومات أكيدة بشأن من قام بعملية الاغتيال هذه تطورات من الواضح أنها تضع إيران في صدارة الأجندة أجندة القضايا لدى حلف شمال أطلس كما تعرفين إدارة الرئيس ترامب أوجدت شرخا بين الأوروبيين والولايات المتحدة مما أدى إلى ألمانيا وفرنسا وبريطانيا على تبني موقف مواحد إزال الاتفاق النووي بعد انسحاب ترامب من الاتفاق لأنها ترى أن هذا الاتفاق أفضل وسيلة لردع إيران عن الحصول على الخدرات النووية وهذا يخدم هدفنا وهدف أمريكا أيضا نتفق أنها ثمت قضايا أخرى على الملف النووي مع إيران مثل التهديدات الساروخية ودعم إيران لحماس وحزب الله أيضا هناك مسائل كثيرة يمكن أن نناقشها فيما بيننا ونرحب بحوار منفتح وصريح مع إيران بمشاركة الولايات المتحدة حتى نتبنى موقفا موحدا ونعزز موقفنا تجاه إيران لأننا أعتقد أن استراتيجية ضغط القصوى قد آتت أكلها وليست بالاستراتيجية الملائمة وسيد شانزر يعني كل هذه التعقيدات التي ذكرناها الحقيقة ليست فقط انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من اتفاق النووي مع إيران أيضا موضوع سحب القوات الأمريكية من مواقع مهمة في غرب أوروبا وبعض مناطق العالم مثل أفغانستان ومن شمال سوريا ما كان فيه نقاش مع دول النيتو بهذا الشأن هل كل هذه التعقيدات والتحديات يمكن للإدارة الجديدة أن تتعاطى معها بشكل مختلف وأن تحلها فعلا أم أن الأمور أعمق من وجود من هو موجود في البيت الأبيض أعتقد أنك تثيرين سؤال وجيه للغاية ولا أعتقد أنه جواب واضح ما استطيعنا قوله أن المقاربة المزدوجة لهذا الموضوع لم تفضي إلى نتائج المرجوة بعبارة أن يقول أن إما أن نوارس ضغوط قصوى أم لا أو أننا نريد أن نتقيد بالاتفاق نوي أم لا أو أن الولايات المتحدة إما أن تتواجد في الشرق الأوسط أم لا عسكريين هذا لا يساعد على صعيد العسكري ما أظهرنا على مدى سنوات وجود قوات أمريكية كان لها دور فعال وربما قد لا نحتاج لوجود واسع النطاق ولكن لا يزال هناك حاجة لوجود عسكري أمريكي حتى لا نرى روسيا وصين تملأني الفراغ نحن نحتاج أو هناك أعضاء في النيتو والولايات المتحدة يعارضون حملة ضغوط القصوى وهذا أمر يبعث على السخرية لأنها العقوبات تدفع إيران للقدوم إلى طاوية المفاوضات وأعتقد أن ما حدث عام 2013 يسر اليوم أيضا إذا رغبنا في جلب إيران إلى المفاوضات يجب أن نمارس هذه الضغوط والطريقة التي اتبعناها وانتقالنا من قطبنا الآخر لا تساعد كثيرا وما آمله هو أن إدارة ترامب المقبلة ستتهاون مع الحلفاء في النيتو للتوصل إلى موقف متوازن إذا كفت هذه التعقيدات والتحديات التي أشرت إليها دكتور جونتان شانزر نائب رئيس مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية ضيفي من واشنطن شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا وضيفي من برلين السيد إيركارد بروز مدير الأكاديمية الفدرالية للسياسة الأمنية ألف شكر لك على المشاركة معنا وطبعا كل ما ذكر في الترجمة من ما يعلق بالإدارة الجديدة المقصود فيها إدارة بايدن وليس إدارة ترامب بهذا انتهت هذه الحلقة من البعد الآخر تحية لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة